أكو حالتين لابد أن يحققهما الإنسان أثناء الصلاة الحالة الأولى هي حالة الذل والضعف التي يشعر بها الإنسان أثناء وقوفه بين يدي الله يقول الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه في دعاء أبي حمزة الثمال من أين لي الخير يا ربي ولا يوجد إلا من عندك ومن أين لي النجاة ولا تستطاع إلا بك لالذي أحسن استغنى عن عونك ورحمتك ولالذي أساء واجترأ عليك ولم يرضك خرج عن قدرتك حينما يشعر الإنسان بضعفه ومسكنته واحتياجه إلى الله سبحانه وتعالى فقد حقق المقام الأول من مقامات الامتثال بين يدي الله الثاني شنو قلنا أن الأمر الأول الذل والاستحقار والشعور بالضعف الثاني الرغبة والرحبة لابد أن يتساوى عندك الخوف والرجاء قدر ما تخاف من الله لابد أن ترغب في قربه وعبادته وطاعته وترجو النجاة سمعقول الله بس هو شديد العقاب يكون أخاف من هذا الجانب وقفوهم إنهم مسؤولون بعد حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارة وما هم بسكارة كون إذا أقرأ مثل هذه الآيات أخاف لكن في المقابل لا بد أن أرغب في عفوه وأرجو رضاه وأحسن الظن به بأنه لن يعاقبني ولن يضرني أم كيف يتقلقل بين أطباقها وهو يناديك يا رب أم كيف أرجو شوف الكلمات اللي تعلمنا كيف ننظر إلى الله في أثناء خوفنا من عقابه وجزائه ننظر إلى تلك النظرة الرحيمة